أبرك تقدر أوي تريحك نفسياً أوي يعني تخليك مرتاح نفسياً بشكل مبالغ فيه بس خلي بالك برضو خلي بالك من إيه بقى؟ ده اللي هنعرفه لما ندخل في موضوع الحلقة يلا بينا أهلاً باطع من الناس في الدنيا كل عام وأنتم بخير السنة السعيدة إن شاء الله عليكم اللي كان فيه أحلام ما قدرش حقاها في السنة اللي فاتت أو ما كملهاش وعتيقس دايماً كده خليك متفائل لا يأس مع الحياة ولا حياته مع اليأس هي الدنيا وتخلقنا فيها ولازم نعيشها واللي يقول لك غير كده يبقى كفتة رجاء يعني برحب بيكم ودعاً لما اشتركش إن هو يشترك عشان يتابع معنا والجديد يعرفنا بنفسه ورحب بيه وكل الأبراج من أقلهم لأكسرهم مش شاطر يتقع مركزه أو برجه يجي في المركز الكام أو الأول ويشاركنا ويكتب في التعليق في الاثناشر القوس إن شاء الله معاً نرتاح ولا تنيل على عينه قوس من اللي لا إحنا عارفين إن القوس ده حاجة جميلة كده حاجة عسولة كده ودايماً حتت الراحة النفسية مبنية شوية على التأني وعلى تزويق الكلام وعلى حاجات تانية كده وعلى الصبر وعلى التحكم فيه الإنفعالات والباور يبقى هادي شوية يعني حاجات كتير مش هتلاقيها موجودة في القوس ارتحت نفسياً ولا شاء الله عنك مرتحت هو ده اللي عندنا يبقى القوس في الاثناشر هقولك تخلي بالك من إيه لما نطلع مع أبراج القمة في المركز الـ 11 شرحوا من ده لده إيه كملوا الأسد الناري نفس الكلام يعني تقولي مع الأسد يعني تيجي مثلاً لذلك الأبراج كمان في نقطة الأبراج اللي تحت دي هتلاقيها أكتر أبراج مش عايزة ندبان عارفيني الشخصيات اللي بتندب وتنكد وتنوح زي ما احنا بنقول لو انت من الشخصيات دي مع الأبراج دي هتاخد غالباً مش دائماً الكارت الأحمر عماتاً يعني فالأسد نفس الكلام قريب قوي من القوس في النقطة دي أنسى الأسد انت عيسة رايحك نفسياً يعني ما علينا يعني اطلع بقى وخشيلي على المركز العاشر عشان ندخل بعد كده على منطقة وسطة نلاقي الجدية التراب يعني ها مع الجدية ها بس الجدية للأمانة ما يعرفش يشوف حاجة ويقول عكسها يعني انت مثلاً جاي عامل موقف أو الحياة سودة قدامك يعني انت شخصية الحياة سودة قدامك فمرتبط بالجدية أو القوس أو الأسد أياً كان أو قريبك أو في حياتك فتيجي تحكي فانت بتحكي الواقع فهم هينقلوا لك الواقع اسود زي ما هو يعني ما فيش حدة ان هم لا هي دي الحقيقة يعني مثلاً مش هتبقى الدنيا سودة في وشك وهم يقولوا لك ده مفتحة لا سودة ممكن يسودها لك أكتر فلذلك ما تجيش للأبراج دي غير وانت متفائل يعني نصيحة ما تجيش يعني وشايلهمهم عشان مش ناصة يبقى الأبراج دي أقل الأبراج إنجاز التعبير ولكل قاعدة استثنات خاصة الكبار في السن منهم يعني خشيلي بقى على منطقة وسطة وكالعادة اضغط اللايك المتين اغبط اللايك المتين وإحنا علينا التفاصيل ويلا بينا أولهم الطور الترابي اللي في المركز التاسع ما برضو هو الواقع أسود هيتنقل أسود هو الواقع مرة هيتنقلك أمرين هو كده مع الطور كده يعني الأبراج دي صراحة اللي يعني بيبقى الموضوع معها يعني ما تفطفتش أو أنت مهموم مع الأبراج دي لا تروح تنتحر بعد ما تخلص كلام معها هنخش بقى في اللعبة شوي هندخل في المعمع شوي وفي الأبراج اللي هي لمسة موضوع حلقتنا مع أول برج اللي هو في المركز التامن اللي هو برج الحمل شوي بغزالة شوي يعني موقف كده وموقفين كده موقف يعني فتحها لك وموقفين يسودها في وشك أكذا الحمل وتعتمد على حسب مزاجية الحمل الحمل لو متفائل أو مرتاح نفسيا هيريحك نفسيا لو مش مرتاح نفسيا هينكد على اللي جابوك عشان تبقى عارف عكس أبراج القمة اللي حتى لو نفسيا مش مرتاحة تقدر بقى ودي الصنعة هنا تقدر إن هي بقى تريحك نفسيا أعلى منه في السابع العزراء والعزراء في شوية في حلقة النهاردة من الحمل يعني العزراء لو مرتاح نفسيا تلاقيه بيقسم بيقسم بالمسطرة والألم وبيطلع لك أحلى كلام وأحلى سطور نفسيا في حاجة منكد عليها ينكد على اللي تخلي فوق عشان تبقى عارف لا راحة نفسيا ولا زفت ممكن تطلع الطبنجة وتضرب نفسك بالنار على طول وترتحم الدنيا خلي بالكم العزراء يعني في مواقف كتير بيكون عنده نظرة تشاؤمية واقعية أوفر زيادة يعني يعني الحاجة هو الحاجة سودة قد كده بس هو يكبرها قد كده يعني العزراء في النقطة دي شوي خشيلي في الحلو بقى خشيلي في الحنين بقى شوية مع البرج اللي هو في المركز السادس كده بدأنا ندخل في الجد بقى والكلام الحلو بقى ولكن هو سلاح زوحدين عشان ما تغدعش يعني السرطان المائي في المركز السادس السرطان يمتلك حرفيا القدرة ان هو يريحك نفسيا بشكل كبير أوي بشكل فضيع أوي ممكن انت تكون مستغرب منه مع برج السرطان انما خلي بالك خلي بالك دي هنقولها في الاخر بعد ما نخلص عشان ما نتشتج فيه في الخامس اعلى فيه في المركز الخامس برج عنده قدرة كبيرة كبيرة مش هقول فضيعة أو رهيبة خلي دي الرباعي خط النار قدرة كبيرة أوي ان هو يريحك نفسيا بشكل كبير أوي وملكش دعوة بظروفه مرتاح مش مرتاح هو يقدر بقى يعمل كده يقصد ويحط في دماغه ان هو يريحك نفسيا والله لو انت جاي وفيك ايه باللزي مع الجوزاء اللي في السادس انت حرفيا تحت رادار كبير أوي اسمه برج الجوزاء ويلماح كبير أوي ويستطيع انطقاء العبارات وردات الأفعال بشكل مسير أوي تعالوا بقى نطلع على رباعي خط النار والشاطر يتوقع الأول ويكتب أول الأبراج اللي في رباعي خط النار اللي في المركز الرابع هو العقرب المائي خلي بالكم مثل العقرب يعني عنده شوية عصبية ما لهاش اي لزمة شوية عصبية كده يعني ما لهومش برضو اي لزمة ويكونوا برج مائي فبيبقى يعني النفسية النفسية السهل ان انت تنال منها في مواقف كتير ومع هذا كله يبقى برج الأقرب واحد من أقوى الأبراج وأشدها على الإطلاق في النقطة دي وهو من أكثرها قدرة ان هو يريح أي شخص نفسيا حتى لو عنده مشاكل الدنيا شوفوا بقى حتى لو عنده مشاكل الدنيا العقرب حاله حال رباعي خط النار عنده القدرة أوي يريحك نفسيا تقلق معايا أوي لازم تقلق دائما وإحنا في رباعي خط النار تبقى الآن اللي مش هيبقى الآن هو زنبه على جنبه في المركز التالت مين أشد من العقرب أنا عندي فضول مش انت لوحدك على فكرة أعرف مين اللي أشد من العقرب في النقطة دي هو الحوت الحوت اللي شخصيته خادعة جدا لكتير من الناس الحوت اللي شخصيته فيها لغط كتير جدا لكتير من الناس الحوت اللي كتير أوي من الناس ما يعرفوهوش يقدر أوي بشكل فضيع رهيب مش مع الحوت بشكل رهيب مع اللي في التاني واللي أتوقعه والأول بشكل فضيع أوي برج الحوت يقدر ان هو يريحك نفسيا وهو اصلا عنده الملكة دي او عنده القدرة دي في شخصيته بمجرد ممكن النظر في وجه الحوت او سماع صوت الحوت او التحدث مع الحوت سبحان الله دي حاجة ملائكية كده ملكة من فوق قادر جدا ان هو يريحك نفسيا بشكل كبير اوي في التاني فيه العن في النقطة دي فيه برج رهيب اوي حرفيا في الموضوع ده الا وهو الميزان الهوائي شوف الميزان مش يبقى هو اللي عنده مشاكل يبقى عائلته كلها عندها مشاكل وجرانه والكون والبلد والمحافظة وقادر ان هو يريحك نفسيا بشكل هنا قول رهيب بقى هنا قول رهيب 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 من هنا الحد يعني ملسانك يوجعك من كتر الكلام الاول نمبر وان متصدر الابراج كلها في حلقة النهاردة اكتر برج قادر ان يريحك نفسيا بشكل مبالغ فيه اشد وافضع واكتر من كلمة رهيب كمان هو الدلو الهوائي لذلك احنا لما نقول على الدلو رايق ما بنقولش كده من فراغ ده رايق ورايق ورايق ازاي برج رايق ما يقدرش يروأك هتتروأ مع برج الدلو ما تقلاش صدقوني برج الدلو هو اكتر ومن اكتر الابراج القادرة جدا في اي موقف مهما كان ان هي تريحك بشكل كبير اوي اوي فوق ما انت تتخيل تريحك نفسيا وتخلي النفسية بتاعتك يعني الابراج القمة دي انا انصحها ان هي تشتغل ده كترة نفسيين يعني انصحهم بصراحة لان عندهم الملكة دي مع شوية تدريب هيبوا حاجة واو اوي محدش يقدر انه ينفسهم نخلي بالنا من ايه بقى مع ابراج القمة نخلي بالنا من ايه خلي بالك ان هما ممكن اوي يريحوك نفسيا بس ممكن كمان ينيموك الابراج دي ممكن تنيمك اوعى تنام بقى لان دي مرحلة ودي مرحلة لو ما خدتش بالك هينيموك والنيموك محدش عارب بقى هما هيعملوا ايه بعد كده يلعبوا زي ما هما عايزين يلعبوا فخلي بالك اوي من النقطة دي ودي حقيقة على فكرة دي حقيقة راصخة مع الابراج دي وخلي بالك لان حسب بقى طبيعة العلاقة وحسب الظروف وحسب يعني الاشياء المحيطة هنا ممكن تختلف من برج لبرج ممكن برج يستغل ممكن برج يضحك ممكن برج يلعب ممكن برج يعني خلي بالك من النقطة دي خليك عارف ان الابراج دي عندها الملكة دي عايز انا اقراكم في التعليقات بحب اوي كتبوا التعليقات واللي ما خبطش لايك يغبط رجاءا واللي نفسه يعمل شير يعمل واللي ما نفسه شاريت يعمل مواقعنا وروابطنا واللي بيسعي ازاي تواصل معي كل ده في وصف الفيديو والتعليقات والى اللقاء اشتركوا في القناة